مهرض ملاكي للحدائق والزهور وصناعة الطاجين في المغرب صناعة يدوية تزين المطبخ أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أفاق موسيقى موسيقى البداية من حدائق قصر هامتن كورد جنوب غربي لندن حيث يقام المعرض الملكي الدولي للحدائق والزهور حيث تعرض تصميم لحدائق مختلفة وزهور ونباتات جمعت من مختلف دول العالم موسيقى 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 نحن هنا في هامتن كورد فلاور شو معرض زهور قصر هامتن كورد الذي تنظمه جمعية البستن الملكية وهو أكبر معرض سنوي للزهور في العالم لدينا فيه خليط من الحدائق ومعارض الزهور ونقدم فيه الطعام والشراب والموسيقى كل شيء تحتاجه موجود هنا حيث يمكن أن نقضي المرء يوما رائعا خارج المنزل ونحن على أطراف مدينة لندن المعرض مقسم إلى ثلاثة أقسام تدعى النمو والإلهام والعزلة أو اللجوء إلى الريف نقف الآن فيما يسمى خيمة الأزهار وهي القلب النابض لمنطقة النمو هناك الكثير من الألوان حولنا والأجواء شعرية جدا والأزهار هنا منوعة ومن كل مكان في العالم إلى جانب المشاتل البريطانية تجد من يبيع أزهار أوركيدا فرنسية وهناك أشخاص يبيعون نباتات من بلجكا فهناك إحساس عالمي في أرجاء هذه الخيمة فضلا عن أن النباتات الموجودة هنا من جميع أنحاء العالم هناك على الجانب الآخر من ممر الماء الطويل تقع منطقة العزلة واحتويات هذه المنطقة تدور حول فكرة اللجوء إلى الريف أو اللجوء إلى حديقتك لزراعة المحاصل الخاصة بك وما إلى ذلك على الجانب الآخر لدينا خيمة الورد الجوري العروض مثيرة ومبدعة بالفعل في تلك الخيمة فيمكن للمرء رؤية فيل مصنوعة من الورود وهناك الكثير من المهرجين المختبئين بين الأزهار ويظهرون فجأة بين هذه الورود في ذلك الجانب ترى المتعة الحقيقية لهذا المعرض من الأشياء التي اشتهر بها معرض هامبتين كورت للأزهار أنك بدلا من النظر فقط إلى الحدائق الموجودة هنا يمكنك أيضا المشي بينها ويمكنك إلقاء نظرة عن كثب على النباتات يمكنك أن تشعر بالحجارة والحصى تحت قدميك وأن تتمشي يمكن أن تشعر بذلك في كثير من الحدائق هنا هذا يوجد علاقة حميمة بينك وبين تلك الحديقة وإحساسا بالمتعة الحقيقية أكبر حدائق العرض هي المسمى Conceptual Gardens أو الحدائق التصورية وهي حدائق تجمع بين الفنون والبستنة لدينا أيضا حدائق الصيف الصغيرة والحدائق التي تناسب ميزانيتك في بيتك أفضل حديقة معروضة هنا والتي حازت على الميدالية الذهبية هي حديقة جوهري أستراليا The essence of Australia Garden القصة التي تحكيها هذه الحديقة هي نبذة صغيرة عن الثقافة الأسترالية وبالتحديد الفن المعمري الحديث لمدينة ميلبورن والحدائق النباتية في كرامبورن التي تحفل بتصاميم المناظر الطبيعية المعاصرة وهناك تجربة جيدة تمر بها عندما تنتقل في أستراليا من المدن إلى ريف ولاية بكتوريا وصولا إلى الحدائق الوطنية وحتى إلى ما أبعد من ذلك حيث المنطقة الشمالية ستشاهد التربة الحمراء في المناطق غير المأهولة بالسكان وتكوين الصخري وتستشعر القصة الخيالية عن ذلك الكائن الخرافي الذي عاش في باطن الأرض في الزمن الماضي وعندما يغضب ينهض ويسبب العواصف والرعود وهطول الأمطار وبالطبع مع هطول الأمطار تنبت الأزهار الأسترالية الجميلة قصة رينبو سيربينت قصة غير عادية وقصة عريقة من الثقافة الأسترالية القديمة تتحدث عن مخلوق خيالي كان يعيش تحت الأرض وعندما يتحرك وهو في باطن الأرض يشكل نتوآت الصخرية وقمم الجبال هو الذي كان يسبب البرق والرعود والعواصف والأمطار وبالطبع نزول المطر ينتج عنه نمو الأزهار الجميلة كالتي نراها هنا في هذه الحديقة يوجد هنا الكثير من النباتات الأسترالية المثيرة للإنتباه فجميع هذه النباتات تنمو في أستراليا لكن مصدرها من بريطانيا فمثلا شجرة غراس تري ذات الجذوع السوداء يقال إن عمرها حوالي 450 سنة وهو نفس عمر قصر هانتون كورت انظر هنا إلى نبتة بينك هانري ونبتة كالتيس التي تظهر عليها الورود الحمراء وهذه النبتة ذات الأزهار البيضاء ونبتة البوفيليا الشهيرة ذات الأزهار البرتقالية وهذه نبتة اليوكاليبتوس الخلابة معرض هامتون كورت يمتاز بالمعالم الكبيرة ولدينا هذه السنة الكثير من المعالم الواضحة والمميزة من بينها معلم نسميه بريطانيا المزدهرة وهو بالفعل احتفال مشرق بالزهور وأحد المعالم أيضا المنزل الشجرة الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار وتحيط به مجموعة من أكبر الأشجار التي عرضت هنا ويقع على حديقة تبلغ مساحتها 400 متر مربع ويمكنك التمشي فيها والصعود إلى المنزل الشجرة والنظر إلى جميع أجزاء المعرض من أعلى هذا أول منزل تصوري يبنى في العالم ويثبت أنه بإمكاننا تصميم منازلنا لملاءمتنا سمعيا فالشيء الذي قمنا بعمله أننا وضعنا هذا المنزل الشجرة في الغابة وهي أكثر الأماكن إبداعا وإثارة وتوفيرا للهدوء وفي الداخل وضعنا كل التكنولوجيات التي توفر أفضل الهدوء لنثبت كيف بإمكاننا أن نتجنب دخول الأصوات إلى منازلنا كما لو كنا نعيش بالفعل في غابة أو داخل شجرة واليوم لدينا تكنولوجيا أكثر فعالية وأقل إصدارا للضوضاء فكما يقوم الناس بتصميم منازلهم لتكون مناسبة بصريا يمكنهم أن يصمموها لتكون مناسبة سمعيا ويمكننا استخدام التكنولوجيا التي على وآمن مع طبيعة في المنزل الشجرة شكل تصميم المنزل الشجرة يحاكي أو يشبه شجيرة فوق تلة أردنا خلق شكل الشجرة داخل المنزل الشجرة نفسه وكذلك إعطاء الشعور بأنك تمشي داخل الشجرة أو أنك تعيش داخلها فكرة منزل الشجرة كلها تدور حول الحصول على منزل حادئ فالطوابق الداخلية للمنزل كلها معزولة ومغطاة بطبقة عازلة تمتص الأصوات وعندما تدخل المنزل وتغلق الباب خلفك لا تسمع شيئا مما يحدث في الخارج والمغزى بمجمله هو أننا نعيش في عالم مليء بالضوضاء إذن بوبي ما الذي يحدث هنا؟ ما هي هذه الفرقة الموسيقية؟ وما الذي يقومون به هنا في هذا البيت الشجرة إذا استطعنا القول؟ هذا هو أول تصور في العالم للآلات الموسيقية الصامتة وهو يظهر كيفية تأثير الأصوات علينا فلدينا صورة صوتية هنا أنت تجلس أمام عازفي الموسيقى وهم يعزفون لك الموسيقى كما لو كان هناك رسام يجلس أمامك ليرسمك لكنهم يقومون بعمل ذلك باستخدام الأصوات نجلس هنا في المنزل الشجرة الهادئ ونستخدم الكثير من التكنولوجيا الهادئة في هذا العالم المنشغل جدا والمليء بالضوضاء وبالضجيج ما نحاول نحن القيام به هو إظهار هذا الشيء الهادئ ولكننا نضيف بعضا من الألحان إليه مجموعاتنا تسمى بيفني ومهمتها هي خلق صورة صوتية للشخص الذي يجلس على ذلك المقعد هذا الشيء يشبه نوعا ما ما يقوم به الرسام عندما يرسم صورة لشخص بالألوان نحن نرسم صورة لك باستخدام الموسيقى نحاول فعل شيء ارتجالي لم يقم به أي كان من قبل وهو إظهار الصورة التي نراها فيك هذه هي الألات الصامتة والوسيلة الوحيدة التي تستطيع سماع العسف الموسيقي بها هي فقط باستخدام السماعات لذا نبث العسف الموسيقي عبر جهاز الإرسال إلى سماعتك وتستطيع أن تسماعه لكن الأشخاص الذين لا يضعون السماعات ليس بمقدورهم سماعنا سنقوم الآن برسم صورة لك ترجمة نانسي قنقر أعتقد أن مكاني المفضل في هذا المعرض هو القسم المسمى بريطانيا المزدهرة برتين إن بلوم فهو مليء بالألوان والأزهار متنوعة الألوان كما هو موجود هنا إلى حد ما لكن الشيء المختلف هناك هو أن الأزهار موضوعة في مساحة صغيرة وبإمكانك المشي بينها وألوانها متنوعة ما بين الأبيض والبرتقالي والألوان الداكنة إنه انفجار لوني ذلك هو جزء المفضل نتحدث إلى الزوار وهم يغادرون المكان ونجد أنهم يغادرون المكان وكلهم حماس لزراعة النباتات والبستنة والخروج وهذا هو الهدف الأساسي من المعرض جعل الناس يستمتعون بالخروج وزراعة النباتات وعيش نمط حياة صحي وأعتقد أن الناس عندما يغادرون المعرض يأخذون معهم الكثير من الأفكار التي بإمكانهم تطبيقها في حدائقهم ومنازلهم وعلى الأقل مجرد شعور العام بحب البيئة ترجمة نانسي قنقر صناعة الطاجين في المغرب صناعة يدوية ساهمت في تزيين المطبخ المغربي هذه الصناعة بدأت منذ قرون بعيدة في الرباط والسلام وهي الآن منتشرة إلى مختلف دول العالم من دول عربية وأفريقية وأوروبية التاجين يعود إلى قرون مدت بالنسبة في الصناعات الفنية والمهنية المغربية وبدأت صناعة الطاجين في منطقة الرباط والسلام وهو عموماً يعرف بالطاجين السلاوي منسبة إلى مدينة السلام التي نحن موجودون فيها الآن والطاجين هذا بالطبع نظراً للمكانة التي يحتلها في تهيئ وتزيين المطبخ المغربي أصبح معروف داخل الوطن وخارج الوطن ولسهماً الدول العربية فبعد أن يمتد لباقي أنحاء المملكة المغربية نجد الطاجين في تونس نجده في الجزائر نجده في مصر نجده في عدة مناطق عربية بل أكثر من ذلك نجده اليوم في أمريكا وفي آسيا وأخيراً وتيحت للفرصة لأجد أحد أرقى المطاعم في جنوب إفريقيا يقدم الطاجين ليس كوصفة بل كإناء فلذلك الطاجين أصبح أحد المكونات الحضارية والتقافية في الحياة المغربية بالطبع الحياة المغربية والحضارية والتقافية التي تزخر بأشياء فنية كثيرة جداً والتي تكون ما يسمى بنماط العيش المغربي ما يمكن أن يكون الطاجين مصائب المعلمية يسمى سنضعوا هنا نصبغا بحلقة بعد الثالث كانت ندير فيه زواق على حساب الغيشري يعني مثلا يجي كليان تقول لي كدير لي بحلاكو وبعد الثالث كانت ندير فيه زواق كما كان عادي وبعد الثالث كانت تفننه فيه بحرمية تكون شي معارض كانت ندير فيه زواق تكونوا مزيانين تحتال لي غيشري مثلا يكون فيه شوية الجمالية يعني أصلا كي طيب احنا كنزيدو لي هذا الثالث باش كي يكون شوية تيتر انتباه تاجين را ما يمكنش الدار غا تستغنى عليه الدار اللي ما فيهش تاجين را ما فيهوان اللي لو بغيش بقى عندك شوية الشهرة اللي ما تفنن شوية را كي يخدم مراكا ومراكا اللي تفنن تيرا داره غا تنجح ما تفنن تيش را ما غا تنجح في تيش حاجة تاجين كإناء عرف تطور ولسي ما في السنوات الأخيرة من حيث الجودة من حيث المواد الأولية وأصبح اليوم إناء يصدر في عدة الدول الغربية وغير الدول الغربية ويمكنك تجد التاجين المغربي في أطفال المتاجر فلذلك هو ترقى بنفسه والصانع التقليدي تطوره وجعله في حلة لا من ناحية المتعة كمنتوج فني ولا من ناحية نفعية بحيث أنه كيف يمكن الإنسان يطبخ فيه بالإضافة إلى المنفعة الفنية لأنه صناعة يدوية وهناك صنفان من الطاجين هناك الطاجين الذي يصلح للطبخ للطهي وهناك طاجين فقط لخدمات تقديم الأكل فقط وهنا يجب التذكير بأن الجهات المسؤولة قدمت برامج تأهيلية في هذا الصداد بحيث اليوم الطاجين أصبح يتماشى مع كل معايير المعبول فيها كما يتعلق بالمواد التي تستعمل في تحضير وتقديم الأكل شهد اليمن تجارب ذات قيمة في عالم المسرح ولكن في السنوات العشرين الأخيرة شهد المسرح الجاد في اليمن تراجعا ملحوظا المسرح الجاد الغير الربحي في اليمن أعتقد أنه حركة ركود وهذا من الطبيعي أعتقد أنه ناتج طبيعي للوضع القائد إذا كنا نعاني في المسرح الربحي والمسرح الربحي في اليمن مش بهذا الشك ومع ذلك بنعاني ما بالك بمسرح جاهز المسرح حقا بمسرح مخب لكن عندنا المخب تعتبر شبه يعني شبه غير موجودة قدته اليمنية للأسف المسرح مسكين رغم أنه له أكثر من 100 سنة في اليمن المسرح للأسف بيعاني 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 وأصبح ينزل إلى تحت الأرض إلى تحت الأرض وباقي شوية يتقفل عليه ويموت في فترات تقدمت تجارب كانت قيمة فعلية وكانت تلاقي قبول رائع ومشكلت علامات مميزة في تاريخ المسرح اليمنية للأسف حدث في السنوات ربما العشرين الأخيرة حالة تدني ملحوظة واستمرت إلى أن أصبح هذه النوعية من الأعمال لا قيمة لها على الإطلاق لأنها تلاشت وانتهت من وجهة نظرية المسرح الجاد والغير ربحي في اليمن تأثر تأثر كبير بالوضع الحاصل في اليمن وكذلك إذا كنا نريد مسرح جاد والربحي كان يجب أن يكون دول وزارة الثقافة ووزارة الإعلام في دعم هذا النوع من أنواع المسرح وهو المسرح الذي يلامس هموم الناس ويلامس كبايا كثير من العوامل ساعدت على هذا الاندثار أو على هذا التلاشي والاختفاء ربما عوامل اقتصادية عوامل سياسية والكل يعيشها ويعلم ما هي عوامل أيضا ساعد على وجودها قيادة العمل الثقافي ووزارتها المتعاقبة كل واحد كان يجيب برؤيته الخاصة واحد عنده وعي تجاه العمل المسرحي وأهميته واحد بعيد تماما عن هذا القضية المسرح غير الربحي في اليمن طبعا حتى الآن المسرح هو قضية تتمنىها الدولة حتى الآن وهي مسرح غير الربحي نحن الآن ليس لدينا مسارح قطع خاص وليس لدينا مسارح يدخلها الجمهور بالتذكرة نادرا ما أن يكون المسرح للجمهور ويدخل الجمهور بتذكرة سواء كان هذا المسرح جاد أو كوميدي يعني سواء كانت المسرح هي تراجيبية أو كوميديا فمن زمن بعيد والمسرح في اليمن بالمكان ليه؟ نتيجة شحة الإمكانيات ونتيجة لأن المسرح خشبت المسرح بالمعايير المتعارفة عليه ألمتها ليست موجودة عندنا في اليمن الفنان أصبح كأنه عدولة دولة إحنا كنا زم بنعاني أنه الفنان هذا الناس ما يتفهمش رسالته ما بتحترموش ألا أن أصبحت الدولة مهمشك خالص مش موجودة أنت على القائمة كأنك أنت يعني واحد كيضيف ما أنت الشيمني مواطن ما لك ش حق أنك تكون موجودة كتا عملنا بني تسرقنا أضي آخر تربيتي أضي آخر تربيتي بني تسرقنا أنا ربيت أكلت وشربت وصرفت نقصت على كيش على ستة سرقنا باس باس يا أخي حمود أنت عمرك مربيت أنت آخر حاجة فعلت للتربية أنت ضربت وأهنت وبغذل وشتمت إلا أنك ربيت هذه نتيجة تربيتك الله المستعان الله المستعان يا عثمان الآخر تطلع سارق وما أنت تسرق أبوك لا يا عم أنا مش سارق أنا مسروك سركت مني طفولتي سرك مني حقي في الحياة أنا أعيش مثل أي طفل سرك مني حقي في التعليم حقي في اللعب في الضحك حتى حقي في الحزن سرك مني المسرح القاد بعد الثورة وبالتالي المسرح الحكومي رائع جدا كمادة كقيمة كهدف كفكرة هناك كثير من المواضيع لم كنا نتحاشى أن نتطرق لها قبل الثورة بعد الثورة هناك لا محدود تكلم فيما تشاء خصوصا وأن هناك مواضيع قد الحكومات لا تجد لها حل ولكن المسرح يجد لها الحلول أو البدائل موضوع أن هل نشأت المسرح القاد بعد الثورة؟ أصلا ما فيش ثورة عندنا في اليمن عشان أقول إنه نشأت ولا ما نشأتش أصلا نحن أصلا من زمان الزامنين ونحن نفتقر إلى المسرح القاد هناك علاقة قدلية بين الثورة والإنتاج الأدبي والفني وبين أنتاج وبين المسرح الثورة الشبابية حفزت الشباب على التوجع إلى أنتاج أفضل وأنتاج أكثر قدرية من حيث النظر إلى قضايا المجتمع أنتاج أكثر ثورية وأنتاج يستطيع أن يتضمن القيام الاجتماعية القديدة قيام التسامح والنظال السلمي وقيام الحكم الرشيد والدولة وكل المفردات الحديثة التي تأسس لدولة مدنية لو نقول قبل الثورة أو نقول بعد الثورة للأسف الآن ما فيش للأسف مسرح أصبح مهضم ضايع بالمريانة أول كان ضايع شوية بس كان في نوعا ما كانت أقدر فيما يجال أن يعطوك الآن ما نشعر في إيش المشكلة لو أني لو لم أعاصر عهدا وفترة كعهدكم هذا كانت الدولة والأمة إمارات وطوائف لا يأست وفقدت الأمل في تغير حالكم ولكن أعلم أن الأمة قد تضعف وقد تكبو وقد تتأثر لكنها أبدا 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 لا تموت صلاح مات الموجودة الخير لك لكن الضعف موجود يا صلاح الدين والهزيمة موجود يا صلاح الدين نشوف كيف تعملنا يا صلاح الدين كل العرب والمسلمين في الأرض الكامل لكن الله ما عليك واش الحل ايش بدانا نعمل كنا أول نقول أنه مسرح موسمي الآن حتى أصبح الموسمي هذا ما فيش معنا في مارس مهرجان المسرح اليمني للأسف بيتم أرحل في شهر خمسة أحيانا نكون في الأعياد الوطنية الأعياد الدينية بعض المناسبات الإنسانية نستخدم المسرح القادم مع ذلك ما تكتشوفش الإقبال يعني أنا كممثلين فنانين ما نشوفش في أنه فيه إقبال أو فيه إنشدد من القمور ما يهمنا هو أن يرصد للمسرح موازنة خاصة الآن كل ما هو مرصود للوزارة هو ستين مليون في السنة للمسرح والموسيقى والفن التشكيلي والمعارض وكل الأنشطة الثقافية التي تقوم بالوزارة خلال عام رصود لله ستين مليون وهذا طبعا ندعانا إلى أن نرصد للمسرح ما بين أربعة عشر إلى أشرين مليون بالعام وهذا طبعا لا يستطيع أن يلبي احتياجات ومقابل أروب لثلاث إلى أربع مسرحيات هذه الحلقة من أفاق انتهت نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمتابعتها لا تنسوا أن تتبعونا الأسبوع القادم مع راقصات أجنبيات على إقاعة شرقية لمعرفة المزيد ومتابعة الصور التي التقطناها لكم أثناء التصوير تابعوا صفحة البرنامج على فيسبوك فيسبوك.com forward slash bbc Arabic أفاق ولا تنسوا أن تتابعونا على تويتر بي بي سي أندرسكور أفاق إلى أن نلتقي مجددا لكم مني ومن فريق العداد أطيب التمنيات إلى اللقاء